وزارة التربية السورية الثاني الثانوي الأدبي مادة اللغة الإنجليزية كتابه الأنشطة تقدمت مبادر الضوء بصوت رشال حلاء يغطي هذا التسجيل الوحدة الثانية The Media الدرس السادس بعنوان Uses of TV Cameras من صفحة 32 إلى صفحة 36 Uses of TV Cameras 1. Read this article about acting and answer these questions A. How is acting in a film different from acting in a play? كيف يختلف التمثيل في فيلم عن التمثيل في مسرحية؟ B. Why do film actors often have to act the same scene several times؟ لماذا يتوجب على الممثلين إعادة نفس المشهد عدة مرات؟ C. What is the best thing people can do to improve their acting abilities؟ ما هو أفضل شيء يمكن أن يقوموا به لتحسين قدراتهم في التمثيل؟ المقالة بعنوان In front of the camera أمام الكاميرا وهي مقسمة إلى مقاطع من A إلى E هل لديك ممثل تلفزيوني أو ممثل أفلام مفضل؟ لماذا تحبه أو تحبها؟ ما هي الصعوبة في أن تكون ممثل جيد؟ هنا بعض النصائح للممثلين الذين يرغبون بتحسين أدائهم أمام الكاميرا في البداية من المهم أن نتذكر أن التمثيل أمام الكاميرا يختلف عن أداء دور أمام حشود من الناس فعند تمثيل فيلم هناك فقط الممثل، المخرج، وبعض التقنيين ثانياً، يجب أن نتذكر الممثلون أن الكاميرا هي جمهورهم ويجب أن لا ينسوا أين هي الكاميرا يجب أن ترى تعابير وجوههم الطريقة التي يحركون فيها أفواههم عندما يتكلمون ثالثاً، يجب أن يكون الممثلون صبورين لأنه يتوجب عليهم أن يكرروا المشهد نفسه عدة مرات وذلك لأن المخرج يريد أن يأخذ نفس اللقطات من زوايا مختلفة ثم يختار الأفضل بينها أهم شيء يجب أن يتعلمه الممثلون هو التظاهر بأنهم أشخاص آخرين في الممثل سيلعب شخصيات مختلفة تماماً عن شخصيته أو شخصيتها الحقيقية الناس الأساسيات تترى التي تتعلمون على السفر الفيينة يجب أن تكون عددوات حقائية ويجب أن يكون بخيام الفيينة فيما يقومون بخيام حمد للغاية ولكن هنا مئة أثناء مختلفة قدر يمكن أن تفوق مختلفة اخصى يمكن أن يكون عدد رائع المحنات ويكونوا في العمل أو في التعيق المشهد عندما يقرر الأشخاص أن يصبح ممثلين محترفين عليهم أن يأخذوا دروسا في التمثيل لكن هناك عدد أشياء يمكن أن يقوموا بها لتحسين أدائهم في التمثيل مثال مشاهدة ممثلهم المفضلين على التلفزيون أو في فيلم ويفكروا بالتقنيات المستخدمة أفضل شيء يمكن القيام به هو عمل فيديو لأنفسهم وهم يقومون بدور تمثيل ما هذا سوف يساعد بمعرفة الأخطاء التي قاموا بها الآن الإجابة على الأسئلة السابقة A. How is acting in a film different from acting in a play? الإجابة In film acting there is only the actor, the director and a few technicians whereas in a play acting there are performing in front of crowds of viewers B. Why do film actors often have to act the same scene several times? الإجابة This is because the film director may want to take the same shots from different angles and then choose the best one later C. What's the best thing people can do to improve their acting abilities? الإجابة Make a video of themselves acting 2. Read the article again and match the paragraph headings from 1 to 5 below with the 5 paragraphs from A to E in the article إقرأ المقالة وقم بوصل عنوين المقاطع من 1 إلى 5 مع المقاطع الخمسة السابقة من A إلى E 1. Becoming someone else أن تكون شخصاً آخر 2. Practical advice نصيحة عملية 3. No live audience لا يوجد جمهور حي أو مباشر 4. Patience is important الصبر أمر المهم 5. Don't hide from the camera لا تختبئ عن الكاميرا 6. Paragraph B 3. Which words from the article match these definitions? ما هي المفردات الموجودة في المقالة التي تناسب التعريف التالية? A. Entertain people by singing a song or acting in a play for them الإجابة Performing أدا B. Large numbers of people in one place الإجابة Crowds حشود C. People who have particular technical skills الإجابة Technicians تقنيين D. Group of people who watch a play, listen to a concert, etc. الإجابة Audience الجماهير E. The looks on a person's face which show what they are thinking or feeling الإجابة Facial expressions تعابير الوجه F. Scenes recorded by a film camera الإجابة Shots لقطات G. Make people believe you are someone you are not الإجابة Pretend تتظاهر أن H. The word which describes a job that a person does for money الإجابة Professional مهني Vocabulary مفردات 1. Correct the verbs in these sentences to quiet in front of the correct sentences صحح الأفعال في الجمل التالية وضع علامة صح أمام الجمل الصحيحة A. My family are all very good at sport الجملة صحيحة B. The students in my class at school works hard الخطأ في الفعل works الفعل الصحيح The students work C. More and more people is making their own video films الخطأ في فعل الكون is الفعل الصحيح are people are D. The audience were very quiet during the concert الجملة صحيحة E. My football team has a match every week الجملة صحيحة F. In my opinion children watches too much television الخطأ في الفعل watches الفعل الصحيح watch children watch G. Our government does everything it can to look after the people الجملة صحيحة H. The chief's crew are always there to answer passengers' questions الخطأ في الفعل are الفعل الصحيح is The chief's crew is always there to answer passengers' questions 2. Answer questions from A to E with words from this list أجب على الأسئلة من A إلى E باستخدام الكلمات من هذه القائمة الكلمات التي في القائمة أجب على الأسئلة من A to E with the students who are arrested by police teachers the teachers the teachers the pupils or students D. Who are brought up by parents the children the children E. Who do doctors treat the patients قسم القواعد التحدث عن التجهيزات أو الإجراءات لتصوير فيلم سننتقل الآن إلى ملف القواعد في الصفحة 83 والتي تتحدث عن الأفعال المبنية للمجهول وكيف يصاغ الزمن المبني للمجهول يصاغ المبنين المجهول باستخدام الزمن المناسب للفعل ب زائد صيغة التصريف الثالث للفعل نضيف عبارة باي بلا بلا إذا أردنا أن نحدد الشخص الذي قام بالفعل أو الجهة التي قامت بالفعل example the cameras are controlled by traffic police by traffic police here is the agent الجهة التي قامت بالفعل we don't need to mention the agent if لا نحتاج لذكر الجهة التي قامت بالفعل في حال when we don't know who the agent is لا نعرف من هي الجهة example this letter was posted the day before yesterday 2 it's obvious who the agent is إذا كانت الجهة معروفة بشكل بديه example the thief was arrested اعتقل اللص it's obvious that the police arrested the thief 3 it's not important who the agent is في حال لم يكن مهم معرفة الجهة التي قامت بالفعل example television pictures are sent to a monitor الصور التلفزيونية أرسلت إلى الشاشة b use a meaning المعنى والاستخدام in general we use passive sentences to focus attention on the information we think is most important بشكل عام نستخدم الجمل بالزمن المبني للمجهول لتركيز الانتباه على المعلومة التي نعتقد أنها الأهم example a large new supermarket was opened last Saturday افتتحت سوبرماركت جديدة السبت الماضي in this passive sentence the supermarket is more important than the person who opened it في هذه الجملة السوبرماركت هي أكثر أهمية من الشخص الذي قام بافتتاحها لذلك فهي مبنية للمجهول another example the famous singer opened a large new supermarket last Saturday المغني المشهور افتتح سوبرماركت جديدة السبت الماضي in this active sentence the famous singer is more important than the supermarket في هذه الجملة المغني المشهور هو أكثر أهمية من السوبرماركت لذلك الجملة مبنية للمعلوم ملاحظة passive sentences are more common in writing than in speech استخدام المبني للمجهول شائع في الكتابة أكثر منه في التحدث passive sentences are more formal than active sentences المبنين المجهول أكثر رسمية من المبنين المعلوم now rewrite sentences from 2 to 7 using passive verbs الآن أعد كتابة الجمل من 2 إلى 7 باستخدام الأفعال المبنية للمجهول 2 other actors are learning their words الآجابة words are being learnt by the other actors 3 a technician is positioning lights الآجابة lights are being positioned by a technician 4 two men are building the set الإجابة الإجابة the set is being built by two men 5 cameramen are putting their cameras into position الإجابة the cameras are being put into position by the cameraman 6 the script writer is rewriting the script الإجابة the script is being rewritten by the script writer 7 decorators are painting one of the walls الإجابة one of the walls is being painted by decorators writing قسم الكتابة describing a scene in detail وصف مشهد بالتفاصيل 1 the illustrations show three scenes from a storyboard for a short film match these descriptions with two of the scenes يوجد ثلاث رسوم توضيحية تظهر ثلاث مشاهد من قصة مصورة لفيلم قصير سنربط the descriptions الشروحات مع اثنين من المشاهد المشهد الأول عائلة من خمسة أشخاص تجلس على شاطئ رملي الأب يقرأ كتاب والأم تقرأ مجلة الأطفال الثلاثة صبيا بعمر ثمان سنوات وفتاة بعمر ستة سنوات يلعبان كرة طائرة beach ball والأخ الأكبر ذو الستة عشر عاما يجلس على الشاطئ لكنه لا يفعل شيء يبدو أنه يشعر بالملل بالقرب منه على الشاطئ لوح شراع كبير أولا a family of 5 are sitting on a sandy beach the father is reading a book and the mother has a magazine there are three children a boy of about 8 and a girl of about 6 they are playing a game with a beach ball there is an older boy who is about 16 he is sitting on the beach looking around but he isn't doing anything He looks bored Next to him on the beach is a large sailboard لأن لوح الإبحار يرتكز على زاويته والإبن بالكاد يستطيع الإمساك به The second scene The family is in the same position on the beach The father has dropped his book and is sleeping The mother is awake and reading her magazine The two young children are building another sandcastle on the beach We can see the older boy on his sailboard about 100 meters from the beach It's very windy and we can see the sea is rough because the sailboard is at an angle and the boy is only just holding on Now, write a description of the third scene الآن أكتب وصفاً للمشهد الثالث Describe what you can see in detail using a similar style to descriptions Scenes 1 and 2 صف الصورة بالتفصيل استخدم أسلوباً مشابهاً للوصف في المشهد الأول والثاني بعض الأفكار Expressions of worry تعابير القلق Surface of the water سطح الماء Life boat قارب النجاة Helicopter overhead rescue Helicopter الإنقاذ صف الصورة بالتفصيل NO حزاني خهر أسف تحزاني صف الصورة حزاني في الحلحة بداية حزاني موقع صف صورة صف الصورة عز العزيجر أعزام عزيجر موقع